السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ان يكون يومكم جميل النهاردة احنا حسدنا نفسنا الاسبوع اللي فات واللي قبليه ان كان بريطانيا والغرب كان فيها شمس بقالها تلت ايام هنا بسم الله ما شاء الله المطر زي عبد الحيم حافظ ما كان بيقول في فيلمه او ذي ما كنا احنا منغني احنا نغني يا مطر رخي رخي على الارعب بنت اختي النهاردة هنتكلم عن موضوعين قد يكون المستمع مش عارف فيه يعني زيما بعض الشباب كتبوا على التعليق على الاعلان ايه العلاقة بين الكيكي والادارة عن بعض هو في علاقة ما فيش علاقة احنا دي بعض الاغنيات اللي طلعت في الخمسينات والستينات والسبعينات والتمعينات والتسعينات اللي كان جزء منها جايلنا من امريكا و جايلنا من اوروبا اللي هو احنا فكرين الروكندرول وتشا تشا تشا وتويست اجين وكاننا فكرين الاغاني اللي هي طلعت في بلادنا احنا زي اللي هو ساحة دحم ابوه ودي الوقت لابوه يعيني الرب يعيط وكذلك اللي هو يا حبة فوق وحبة تحت وكذلك فيه اغنية اسمها كاتش كادر في القلولو كمانننا ده عمل ضربة جمدة جدا حب نادية حب لولو كمانننا يوادي بتاع الفل مش عارف ايه وهكذا وقبا الشبشب ضاع طبعا انا مرضيش اقول له اغنية دي اقولتها في يوم من الايام في ورشة عمل في القاهرة قبا الشبشب ضاع قبا ده كان بسباع طبعا دي يعني محرفة شوية عشان هي مش كلمة قبا هي كلمة حاجة تانية مصير كان بيقوله عليها فده هو الفن بسم الله ما شاء الله الهابت اللي هنتكلم عليه اللي احنا بنجري وراء جاري غثاء كغثاء السيل ده يصنعنا قيمة ولا وزن ولا اي شيء اللي جلنا من غربي جلنا اللي جلنا من الشرق جلنا اللي جلنا من تحت السرير جلنا جلنا من اي حتة جلنا ايه شخصيتنا با اللي بتتأثر بمثل هذه العشاء ايه كيكي وكيكي وبيكي والأخير دي فده لحنا نتكلم عليه ان احنا دائما الانسان الاجوف الانسان الذي ليس له قيم يستطيع ان يحافظ بها على شخصيته هو اللي بيمشي يكون زي الفقاعة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه كانت كغثاء كغثاء السيل ولا نزعنا الله المهابة من قلوب عدائكم ولا يقضفن الله الوهنة في قلوبكم قال اوما الوهنة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكرهية الموت دي كيكي يا سيدي لها نتكلم عنها كيكي اللي الناس قعدة وانا اشك شك شديد جدا في كتير جدا من الصور اللي خرجت للاخوات المناقبات او الاخوات اللي هي محجبات الى اخير اللي كانوا بالقص دول دي بكون يعني ميك يعني حاجة معمولة خصيصا عشان يسيئوا لدولة من الدولة العربية دون ذكرى اسمها الدول العربية او يجيوا بعض الشباب اللي هم لهجة معينة هم علشان يسيئوا لبعض الدول دي العربية يعني في ساعات بيتبقى فيها علاوات كلمة دفوعة عشان يدكتر اللايكس وكتر المشاهدات وانا يعني انا من الناس اللي بيشكوا ان الناس المليونيين دول اللي بيجيوا مليون على الصفحات بتاعتهم بيدفعوا فلوس زي ما انا قلتها في محضرة قبل كده السنة اللي فاتت علشان بدل ما يشاهدها الف يشاهدها عشرة تلاف يشاهدها مليون او اتنين مليون او خمسة مليون ده اللي هو عملية كيكي بقى اللي هو عكشو فركش الاشو طنش دحم العدوية قرقشنج دبح كابشو يمحنا مرأة لحم كابشو ده كل الكلام ده فيشنك او على رأي عادة الامام فنكوش واللي هيتفنكش هو اللي ما عندوش ايه قيم واخلاقيات داخل شخصيته المجتمعية تعالي اوبا شبش بضاع اوبا ده كان بصباع طيب ادارة عن بعد اول مرة انا كنت بسمع عن حكاية الادارة عن بعد دي بعد حرب العراق والحصارة عن العراق لقد انه في كثير جدا من المؤسسات ووضعت المكاتب بدعتها في عمان انتقل هذا الموضوع ايضا لقضية السومال افيش شباب وخطر ومش خطر الى اخره فكل قعد في نيروبي والبعض قعد في اوغندا كان بالا كان ما روحوش هناك حاليا في خلال 15-20 سنة 15 سنة اللي فاتوا تقريبا مع تطور اللي هو الكممينيكيشن والسوشال ميديا والحاجات دي كلها اصبحت الوسائل التواصل مهمة جدا انها بتخلل من كلفة المتابعة الاعمال وعمل الاجتماعات طبعا انا بشكر التلاتة الشباب اللي هما كان لهم الفضل لبعض الله في عمل هذه الورقة اللي هو احمد الشيخ اللي عمل الجزء الاولاني منها عبد العز خاطر اللي هو من الاخ السوداني من عندنا احمد الشيخ سوري وعبد العز خاطر السوداني اللي هو قال لي الفكرة ما سوى الادارة عن بعض ومحمد نجم ايضا اللي هو كمل فكرة خطورة الادارة عن بعض في المؤسسات العمل انساني طبعا منشكر الاخ اللي هو المعد الفني عبد الرحمن النحاس اللي هو عد الاخراج لها طيب الادارة عن بعض حاليا بيوسرها تقنية التواصل الاجتماعي ما بين الناس وبعضهم بعض سواء كان عن طريق اللي هو عن طريق الانترنت طبعا عن طريق اللي هو سكايب كول عن طريق اللي هو الويبنار كل الحاجات دي كلها ده شيء جيد وده اللي كان بيدافع عنه احمد الشيخ في المقدمة دي عن المهائية هي التقنية يعني مهمة مركبة وطويلة طلب قدرات ادارية اكثر بكتير ما تابعوا سلو مباشر لكن عايزة نختار لها الناس يستطيعون انهم يديروا مسالك الادارة عن بعض وننتقلها الناس عندهم تقنية عالية في العمل التكنولوجي زائد العمل الاداري بتوضح السياسات وبتوضح القطر وبترك مساحات للعمال اللي في داخل البلاد اهم المهارات المطلوبة لتقنية الادارة عن بعد كما قال احمد الشيخ هي القدرة على التخطيط السليم اللي يدمن انجاز الاعمال الموكلة موظفين ادارة وتنظيم الوقت بشكل جيد مرض لتصل والتواصل تقبل النقط والبناء استخدام الوسائل التقنية الحديثة المختلفة المجالات بقى بتاعة الادارة عن بعد اللي بيتكلموا فيها ده جزء من الادارة عن بعد اللي هي الاعمال الهندسية اللي هي الرسومات التقنية المعلومات المحاسبة المراجعة المبيعات والمشتريات البحث والتطور التدريب والتحصيل العلمي التصميم الدعم الفني الخدمات العملاء السكرتية والاعمال الاخرى اللي هي اللي يسمي احنا العمال الجستية حاجز الفنادق حاجز القتلات حاجز القاعات الى اخر ايه الايجابيات بتاعة الادارة عن بعد نتكلم عنها ايجابيات الادارة عن بعد تأتي مرة اخرى في تحقيق الليلة مركزية هكذا الوجهة نظر احمد الشيخ زياد فرص لعمل للناس لان فيه ممكن الناس تشتغلوها في بيوتها لحد من التنقلات وتقليل اوقات السفر ها دي مهمة جدا زيادة المرونة التنظيمية الحفاظ على القوى الماهرة وسهولة الحصول على قوى عاملة جديدة زيادة الانتاج توفير الاموال وخفض تكاليف عشان الاجارات بتاعة الاعقارات والمباني والاثاس والمنافق والسيارات والاستقرالية في التنظيم وجدولة وقت العمل دي بعد ايه الايجابيات فيه كمان ايضا فصح مجال المشاركة في العمل من المنازل دي بالنسبة للنساء او حتى بالنسبة للناس الكبار في السن اللي هم المتقاعدين كذلك زيادة الثقة والروح المعنوية مع فرق العمل وتحمل المسؤوليات الحد من المعدل تغير الموظفين يعني والمواصلات بقى انت رايح وجاي الى اخير واللي هو قدرة العملاء على التصالب الموظفين مباشرة خلق حدوقات العمل واتحت الفرص لدول احتاجات خاصة ومشتغلوا ايضا في مجالات كثيرة والتكافر تحقيق العدالة وتكافر الفرص بين عاملينا عن بعد بعيدا بعيدا عن التمييز على أسل الجنس او الجنسية او الفئة العمرية يعني اغلب الشركات اللي بتتصل بنا بريطانيا ساكن للتليفونات وده للتأمين ولا لأي شيء تلاقيه في الهند او في القاهرة يعني التليفون بتاعي اللي بنسجل بيه النهاردة لما حصل فيه شيء كان واحدة بتتصل بيه من تجمع الخمس في القيرة قبل كده هو كان واحدة بتتصل فيه من نيودالهم وهكذا فده جزء من الحاجات اللي احنا منقول فيها نقدرها عن بعد ايه جيدة بنتيجة لسهولة التواصل مع تطور التكنولوجي التقني احنا نعيش فيه الايام دي ايه بقى السلبيات بتاعتها بالنسبة للجانب ده انا مش هكلم نسبة على الجانب الانسان لا حيخش فيه محمد نجم وحيخش فيه عبدالعزيز خاطر بالنسبة لنفس المنظومة بتاعت التواصل دي بيكون في ألفي احمد الشيخ زيادة الفجوة الاجتماعية زيادة معدل اعمال غير محمية ها زيادة تكاليف البنية التحتية التقنية يعني كل شوية لازم تشتري برامج جديدة علشان تلائم التواصل عدم منقمة الاتقادية يعني مساعد فيكون فيه الإدارة عن بعد تصطدم مع الإدارة التقليدية انخفاض مستوى الشعور بالانتماء للشركة لاناك مش شايف شركة مش شايف ثقافة مش شايف ولاء مش شايف أي شيء فيعني او مجرد رسالة بتترسل ارتفاع تكاليف التدريب وعاد تأهيل يعني دي ممكن تتناقش مرة تانية العزلة والاكتئاب يبقى الأخ بيقعد في بيته او في مكانه ما حتش بيكلمه اللي هو هو بيكلم ايه بيكلم مع شاشة بقى فقط وخلاص فطبعا يعني ما بيكونش عنده الشعور لما يكون قاعد مع فوصة بشر الدعم الأدنى لتنمية الفرد مفيش حد بينامي الفرد اللي بيديو اللي بيديو على بعد ده بيكون قليل حدو التدخل بين وقت لعمل وقت الراحة كتير يعني ممكن واحد يكلمك في أي وقت خفض وقت الراحة كويس خطوة فقدان المهارة يعني ممكن الإنسان لما يحس بسهولة التواصل ما يدربش نفسه او محدش يدرب ضغط العمل متزايد عدم في فعد الأماكن زي داخل سوريا او في اليمن او في الأماكن في العراق او في أماكن أخرى في أفريقيا بتلاقي اللي هو الانترنيش مش موجود السكايب مش موجود كل حاجات دي ايه مش موجودة عند الناس اللي بنتكلم عنها فدي كلها بعض السلبيات طيب ايه المعوقات بقى نخش في العمل الإنساني زي ما أنا قلت قبل كده هو والعلاقة بين رأسة كيكي واللي هي جايالنا مش عارف منين من أمريكا بينا ولا مش عارف منين من أمريكا ولا من حتة كده فوق الواق ونطف علينا بالصبحية لأنه كيكي فستنا أنا أول مرة أشوف رأسة كيكي دي واحنا في أمريكا في التسعينات كان الشباب السمر اللي هم بسموه الأفريقان اللي هو الأفريقاء الأمريكان أو الأمريكان الأفريقاء لما يكون في زحمة على الموتروي بيقو فيه جغنية كده تخليه ما نشكح ونشكاح الشنكحة بتاع القرقشانجي ومش عارف إلي بتاع أحمد عدوية وكما الننة ده يوم تسايب العربية وقفة ويخرج ويفتح الباب ويعلي المزيكة ويرقص فكيكي دي ما قدش النهاردة كيكي دي من زمان 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 لكن إحنا شهرناها واشتهرنا بها إحنا حق جاي من الغرب وإحنا منكثق والمنكفئ هو الذي لايس له شخصية الذي يؤثر فيه أي شيء من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب عندوش هوية مجتمعية نرجع تترى عن بدا كلمت في الأول عن أن أول مرة أسمع عنها في قضية العراق فيه 92 93 أو 94 وبعدين قضية الصومان وبعدين قضايا أخرى ياخدين ملك ليه لأنه كان فيه مناطق فيها سراعات مسلحة وصعب دخول اللي هما الخبراء الأجانب اللي بيشتغل مع الجمعيات فيبقى الجمعيات الأجنبية هي التي فرضت الإدارة عن بعد أنا شخصيا بأخذ مرتبي من مين من الفقير والمسكين والأرملة واليتيم والنازح والمشرد واللاجئ أنا هذا الشخص اللي بيبقى بصاحب المال الأصلي اللي هو موجود في العراق أو في اليمن أو في الصومان أو في سوريا بقول له لا 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 الأمر خطير جدا عندك أنت أنا هخرج وسيبك أنت تاكلها تولع بجاز وأنا أجير عندي مين عندي لاتيم اللي هناك ده فده انكفاءة في فكر العمل الإنساني حينما يشتد الوسيط الوطيس مش الوسيط حينما يشتد الوطيس نخرج ونبع شبر بشبر وزراع بزراع عشان ما ناخد فلوس من ايه؟ من مؤسسة دولية ترمى المؤسسة اكس الكبيرة دي تخرجوا خرجنا وأصبح منزدومة وفلسفة وثقافة الإدارة عن بعد جات لنا زي كيكي ما جات لنا أيضا ايه؟ المعوقات بها في النقطة فيه معوقات كثير حقوله هنا جودة البرامج توقيت تنفيذ المقرقات البرامج والاسفالة منها عدم الوضوح وكل التمعادة الشافية قلة تبادل المعلومات نقص القدرة على اتخاذ القرار نقص وغياب الحوكم الرشيدة الفساد الإداري والفساد الأخلاقي والفساد المالي ودي بعض الأشياء اللي حطها عبد العزيز خاطر الأشياء أخرى اللي حطها محمد نجم هو الاتار الزمني معناها ايه؟ نتيجة التباعد من الجهات المنفذة على الأرض والجهات المالكة للقرار بنتأخر في التنفيذ جدا بيقى في صعوبة لبناء قدرات العاملين في الداخل صعوبة جدا مهما أنا عملت أنا في بناء القدرات صعب جدا أني أبدي القدرات دون وجود مدرب أمامي الجاودة المتعلقة بإيه؟ بالتوردات سواء كانت توردات من بلد مكتب الفرد الصعوبة على القرار والمكتب التنفيذي للمكتب الميداني توردات سواء كانت توردي في المواد العينية أو كانت مال نفسه دلوقتي في منتهى الخطورة تحويل المال من المؤسسة الأم إلى الفرع اللي موجود في إدلب ولا في دير الزور أو إلى آخر إلى آخر إلى آخر الانفاق الفعال خاص في الميزانية تتطلب الإدارة عن بعد ميزانية أكبر لأسباب متعلقة بتضاعف النفقات الخاصة بأدوات الدعم الترخيص والحسابات المصرفية إلى آخر كل شيء بيزيد مع العمل الإنساني الشرع والبيع زي ما قال أحمد الشيخ في الأول ماشي التسويق ماشي الاتصالات في الترخيصات ماشي اجتماعات ماشي لكن عمل إنساني ويبناء مجتمعات نقف ونفرمل نقف ونفرمل المعدات والبرامجيات أكثر ما تلتب عليها من زيادة بالطاقم كل شيء بنزود موظفين فيها المراخبة والتنفيذ صعب أنك تراخب بالناس وإنت بينك وين من خمس تلاف كيلو صعب وانت قاعد في غزي عنتاب أو انت قاعد في نيروبي أو انت قاعد في الأردن بترايب ناس موجودين في الأنبار في العراق أو بتلايب ناس موجودين في جنوب الصومال أو بتلايب ناس موجودين في حلب أو في دير الزور أو في إدلب أو إلى آخر صعب صعب المراقبة والمتابعة والتنفيذ وده بيؤدي إلى حدوث فساد مالي وفساد أخلاقي معايير الشفافية حنقدر نطبق معايير الشفافية وإحنا بنجي الناس بنا وبينه خمس تلاف كيلو إذا كنت لو أنا في نفس الولى نفس البلد وأنا بشتغل في شمال بلد زي مصر إسكندرية وعندي ما تشوف أسوان لو ما حسش الموظف أن أنا بزوره تباعا ها هيفسد هيتكاسد ها هتهضر أموال هترتكب أخطاء فطبعا في العمل الاجتماعي والعمل الإنساني من الخطورة بمكان أن نحن نحطها قاعدة شرعية أن نحن من روحش هنا لها عشان خايفين على أنفسنا من التواجد في الأماكن التي يتواجد فيها أصحاب المال الحقيقيين الذي يصل من مالهم إليهم سبعين أو تمانين أو خمسين أو ستين أو ربعين في المية والباقي يصرف علي وبين يبنهم ألف كيلو على ألفين كيلو الشفافية التقارير اللي بتيجي بتطول بتطول لأنه عندوش إمكانيات عندوش إمكانيات تصميم برامج كذلك مناختق النزوح ومناختق اللجوء فأنت بتتكلم عن إيه إحنا خلقنا منظومة واتبعنا منظومة شبر بشبر وذراع بذراع حتى إذا دخلوا جحر دبن إحنا وراهم فين فلسفتك وفين قيمك وفين أخلاقياتك وفين رؤيتك وفين معاييرك يا من أنت موظف أو يا من أنت موظف لدى هذا النازح واللاجئ والأرمالة والمسكين تقولين له أسفة أنا حمشي لأنني لا أستطيع أن أكتواجد معك حيث أن المكان خطر فأنا أنجو بنفسي وأتركك أنت أو أنت تموتين وما زلت أصرف أو أنفق عن نفسي من مال هذا الذي يوجد في الأماكن الخطرة ويقتل أو يقتصب أو يشرط أو إلى آخر فيه هنا انفصام في الشخصية الإنسانية انفصام وانكفاء في تبعية منهجية نحن لسنا لنا فيها لناقة ولا جمل تفيد باكد تغذية المراجعة مرد التعديل في حاجات مشاكل كتيرة جدا داخل المؤسسة يبقى أن الأقسم التنفيذية وصحب القرار قد يكون صحب القرار ده مش حتى مش موجود في غازي عنتاب موجود في لندن وفيه تنفيذيين موجودين في غازي عنتاب في تركيا وفيه ناس تنفيذيين موجودين في ريف إدلب أو في حماء ريف حماء أو ريف دمشق فهنا أو يكون صحب القرار موجود في الكويت أو في السعودية أو في مصر أو في لندن أو في أي مكان في العالم صحب القرار الذي يأخذ القرار هو الذي يكون في الميدان مع المحتاج مع المحتاج ومع المحتاج تنسيق مع الشركاء الفعالين والقطاعات التنسيقية غير ما تكون الاجتماعات بين الخبراء في البلد أيه المضيف يعني نقعد نتكلم عن نازل في مكان آمن تنسيق الجهات المسيطرة على الأرض فالفرق المنفذة التي تعمل على الأرض وتنسيق معها لا تملك اتخاذ القرار إلى حد معين يعني لو أنت على الأرض في أي مكان من المناطق الخطرة فعمل الصراعات الإنسانية والنزاعات المسلحة أنت تنسيق ولا استصحب قرار فنحن نرجع مرة أخرى لكلام لماذا إحنا بقى كلمت عن كلام عبد العيس خاطر وكلمت عن كلام محمد نجم وكلمت عن عمل إنساني قبلها كلمت عن كلام أحمد الشيخ وكلمت عن عمل التجاري والتسويقي لماذا إحنا انتهجنا سياسة الإدارة عن بعض لماذا تتبع المؤسسات الدولية خاصة اللي هي حتى غير أممية سياسة الإدارة عن بعض أول حاجة الخوف على الموظفين الأجانب لخطرة العمل في مناطق الصراعات المسلحة اتبع سياسة المانح المانح بيقولك لا أما يحصل خطر أخرج عدم وجود هوية لعدي المؤسسات الدولية خاصة منها العربية والإسلامية أنا بتكلم عنهم عشان يفوقوا عدم وجود هوية لعدي المؤسسات الدولية المعتمدة على دعم المؤسسات الدولية والحكومات مما يفقدها سخلاتها إحنا كمؤسسات بأن عشرين وثلاثين واربعين سنة لم نصبح بعد من أصحاب أو لنا كرسي في مطبخ اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية ليه؟ لأن احنا مازلنا مؤسسات الفزعة والهبة ليس مؤسسات الفكر والثقافة والبحث والتحليل والتقنية والتوجيه والضغط والمناصرة والمساندة والحقوق إلى آخر إلى آخر مازلنا مؤسسات الفزعة والهبة لأن الفزعة والهبة هي اللي بتجيب فلوس لنسنا ناضجين لنسنا طرفهم في صناعة هذه السياسات أو طرح السياسات ده البديئة لها لنسنا ناضجين نتحول من دون الاستجابة السريعة إلى معرفة أتر إقامة برامج التنمية المسلمة وبناء التحالفات لم نفهم بعد أبعاد العمل الاجتماعي ولا بتجمل عمل إنساني تأهيلي تنموي حقوقي دي فيها الغلطة دي حقوقي مناصرة قانوني وكذا 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 إنسانيتنا إحنا نسينا كمؤسسات من أجل لماذا أنشئت مؤسساتنا واللي بنفتكر تلوقتي نحن عايز نجيب فلوس عشان نستمر في العمل في المؤسسة فانسينا الهدف الأساسي من إنشاء مؤسساتنا الإنسانية وهو خدمة الفقير وأن نصبح أفراد ومؤسسات وحكومات وزعامات وقيادات ورؤساء ووزراء وكذا وكذا وأمراء وملوك خدم للفقير ما هو الرب الرأس الكيكي والإدارة عن بعد ما هي رسلتنا للشباب رسلتنا الشباب في حديثين أنا سأقولهم أنا ذكرتهم أكثر من مرة أحدهم الأول بيقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتمو قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود المصر قال فمن هذا الحديث يعني أن أي شيء جاينا من الغرب أو من الشرق حنباعوا شبر وبشبر وذراعا بذراعا بغض النظر عن الدين وهذا الذي يحدث في رأس كيكي اليوم وحادث قبل كده في تويست أجين والركاندرول وتشا تشا تشا إلى آخرة والهولهوب لو أنتم تفكرين الهولهوب في الستينات وهكذا والحديث الثاني اللي هو أخطر بكثير من هذا الحديث وفيه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قلة يومئذ قال لا لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل عارفين الحدة الرغاوي اللي بتبقى على الموجة دي كلها احنا بقينا زي الرغاوي اللي على الموجة دي غثاء كغثاء السيل يا ولا يقذفن الله الوهن في قلوبكم ولا ينزعلن المهابة من قلوب عدوكم قالوا وما الوهن العرب ما كنش عالفين الوهن وما الوهن يا رسول الله صلى ايه الوهن ده اللي اللي ربنا حيرميه في قلبنا عشان نبقى احنا في الحب الدنيا وقرهات مر حب الدنيا بقى في كيكي في كماننا في ساح الدحم بو واد الوهد لابو في الحاجات اللي هي طرعا دي كلها يعني كانت فيه اغنائها من سنة ثاتة وسبعين كننبن لغني اغنائي ايه اغنائي اسمة ايه 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 رجل البنطالون جاء ايه وسعي ومصر بتحرب في سنة وسبعين ايه رجل البنطالون كان فيه شرلستون طالع والأمصان بقى البامبي والأمصان الكناري والأمصان الحامرة والأمصان المشجرة واليقل بالعريض فلما نرجع لمثل هذه الأشياء نجد أننا أيها الشباب نتكلم للشباب دلوقتي ديكم وانتو كلكم أيها الشباب لنا جميعا لابد أن نبني لنا شخصية تستطيع أن تقول نحن لنا سياسة في الإدارة عن بعد أن نكون مع المحتاج وقت الخطر في كل زمان وفي كل مكان دي نمرة واحد نمرة اثنين أن لا ننساق لثقافات وسياسات وأطروحات ليست لها أصل في ثقافتنا القومية الفكرية العقيدية القيامية ورصنا عننا ثقافة تؤثر إيجابا في الثقافات الأخرى لما ترأتها أن لا نكون معتمدين مئة في المئة على مال المانح المانح مهما كان لو الثقافة تمشي مع منحه أو مع منحها فكل هذا الرابط الذي بين الأمرين هو أن نحن نتبع الشبر بالشبر والذراع بذراع حتى إذا دخلوا جحر دبن دخلنا لو الإنسان اللي قدامك ده دخل فخور ما هتخرخ الشورى من غير ما تشوفه على راح فيه يزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلقاكم غدا في نفس المعاد بالإنجليزي يوم الخميس 12 وقلق tomorrow we'll see you إن شاء الله سيمتوك 12 وقلق لندن تايم 2 وقلق مكة تايم السلام عليكم ورحمة الله